غلق شق من وادي حمام الوان على مستوى المقطع الأزرق وصولا إلى حمام الوان ومنع السباحة على مستوى طول الوادي قرار جاء في إطار مكافحة الأمراض المتنقلة بعد القيام بتحاليلة بيّنت أن الماء ذو نوعية مشكوك فيها هي الأسباب بعد التحاليل التي قامت بها المكتب النظافة والأمن والصحة بلدي حمام الوان تبين بالتحاليل خلقتها إيجابية يعني المياه على الواد ملوثة لذا إحنا من باب الإجراءات على الاحتراز والوقاية خذنا لدينا التعليم هذه تعالي للسباحة منعنا السباحة على المواطنين على السوح مواطنين البلدية والسوحة التي يجيونها من جهات أخرى وما أحسنتنا تبقى طول إحنا يعني تكلمنا مع المورد المائية باش نشوفوا كيفاش نمسح لنا نعمل مع عملية مسح للواد ربما ما كاش أمور راكدة يعني في الواد ولا حاجة اللي ريدنا في الأمور هذه لذا إحنا نديروا مسح للواد وإن شاء الله يملكوا غير الخير بإذن الله قمنا بزيارة أحد المناطق السياحية بحمام الوان تقربنا من الشباب العامل هناك فعبروا عن صدمتهم بالخبر خصوصا في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا للسياحة مراضة إحنا قاعدنا نشربوا منه نبدوها إحنا هذه بريودة نسلتقوا فيها إحنا عدنا رصيسه وقاعد 19 هور نعننا أولو حمام الوان عمنا رصيسه وتعصيه نشو نخدموا فيها إحنا نعمو فيه جوخاوتنا نعمو فيه مالينا نعمو فيه نعب نخدمهنا ناكله خبزنا ما عدنا شو نروعه أخويا العزيز قرار غلق مؤقت لغاية التأكد من صلاحية مياه الوادي وتنظيفه في هذا التوقيت وإن كان سيعود بخسائر على الشباب العاملين بهذه الوجهة السياحية إلا أنه قرار سيمال على حماية والحفاظ على الصحة العمومية